افتتحت كليات الزراعة جامعة الأزهر مؤتمرها الدولي الأول اليوم تحت عنوان الزراعة والتحديات المستقبلية وذلك في إطار نشاطها الدائم والمستمر في سبيل الحصول على الجودة والاعتماد ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد عميد الكلية أن المؤتمر يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة على مدار ثلاثة أيام الزراعة والتحديات المستقبلية شعار أطلقته كلية الزراعة بجامعة الأزهر تحت رعاية شيخ الأزهر من خلال افتتاح مؤتمرها الدولية الأول الذي يسعى لعرض ومناقشة أحدث الأبحاث والابتكارات العلمية التي تساعد على زيادة الإنتاج والرقع الزراعية لمواجهة التحديات المستقبلية وزارة الزراعة بتعمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري سواء في مشروعات سلاح الأراضي مشروع الواحد ونصف مليون فدان أو إنشاء المئة ألف صوبة هناك قوافل توعوية على مستوى الجمهورية تجوب البلاد من محافظات والقوة والنجوع لبيان أهمية الحفاظ على الموارد والحفاظ على الأراضي الزراعية وحفاظ حتى الهواء من التلوث كليات الزراعة في جامعة الأزهر هنا وفي السيود معنية كثيرا بمسائل البحث العلمي للوصول إلى أفضل المحاصيل الإنتاجية وأقلها تكلفة أهم أهداف المؤتمر هو تبادل الأفكار بين المشاركين من مختلف دول العالم من أجل الوصول نحو التقدم والإزدهار في مجال الزراعة في مصر وتنمية الثروة الحيوانية بتبادل أحدث الأبحاث العلمية التي يقدمها الشباب اليوم لهدف الرئيسي بتاع المؤتمر هو دراسة التحديات المستقبلية للزراعة يعني الزراعة هو وضع الحالي والتحديات التي تقبلها النهاردة متقدم تسعين بحث زائد عشر بوستر تسعين بحث في سبع محاور مختلفة اللي أقول لحضرتك عليها وعندنا أبحاث خارجية ومؤتمر دولي انترنشنل فيه من العراق موجود وفيه من اليمن موجود التطور في الزراعة سواء كان في التكنولوجيا عشان رفع مستوى الانتاجية في المحاصيل أو فيه التنوع بحيث ان احنا نقدر نوفر محاصيل من المهمة بدلا من استيرادها موضوع حيوي جدا ملف الزراعة في مصر من أهم الملفات التي يجب الاعتناء بها لكونها عنصر مؤسس للنهوض بمستقبل مصر وبدعم أبحاث وأفكار الشباب سوف نخلق دما جديدا لتحقيق الأمنيات سارة عبدالوهاب الحياة الآن